على مدى أكثر من عامين من الحرب واسعة النطاق التي شنتها روسيا على أوكرانيا نمت قوة الدفاع الجوي ومهاراتهم بشكل ملحوظ ومع ذلك فإن العدو يزيد من عدد وقوة هذه الهجمات فيما يقول الخبراء إن ألفي صاروخ من أنواع مختلفة تم إسقاطها نتيجة العمل الضخم الذي قام به المدافعون الأوكرانيون فيما يتعلق بمؤهلاتنا فتبين أنها ممتازة لدرجة أنه يذهل حتى المصنعين أنفسهم ومن وقت لآخر تتمكن دفاعاتنا من تحقيق نتائج باستخدام هذه الأنظمة الدفاعية الغربية أي أن عدد أهداف العدو التي تم إسقاطها أكبر مما هو مدرج في وثائق تصميم المصنع بدأت روسيا في استخدام أحدث صواريخها بشكل متزايد ضد الأوكرانيين ولا سيما صواريخ كنجال وأونيكس والسيركون الفرد صوتية وخلال الهجوم الصاروخي الأخير على كييف في 25 مارس استخدم الكريملين على الأرجح صاروخة سيركون الذي تفوق سرعته وسرعة الصوت وهذه ليست المرة الأولى التي تسقط فيها الدفاعات الأوكرانية هذا النوع من الصواريخ التي تصفها روسيا بصواريخ التي لا تقر السيركون يطلق من السفن أو من الغواصات وهو صاروخ مضاد للسفن لكنه يطلق على مدننا وفي روسيا يقولون أن سرعته أسرع من سرعة الصوت بتسع مرات ومن الناحية الفنية أنه أمر لا يصدق وعلى الأرجح لديها محرك مختلف قليلاً ولكن لديها أيضاً حوالي خمس سرعة صوتية في الجزء الأخير من المسار ولهذا السبب لا يمكن تسميته بصاروخ فرد صوتي كامل ولهذا السبب أيضاً يمكننا أسقاطه لكن أنظمة الدفاع الجوي الحديثة في أوكرانيا لا تسال غير كافية لتغطية منشآت البناء التحتية الحيوية بشكل كامل ووفقاً لوزير خارجية دميترو كوليبة فإن باتريوت هو ما تحتاجه أوكرانيا بشدة للدفاع عن الهجمات الصاروخية الروسية المستمرة زودونا بأنظمة باتريوت اللعينة لو كان لدينا ما يكفي من أنظمة الدفاع الجوي وبالتحديد نظام باتريوت لا يمكننا حماية حياة شعبنا فحسب ولكن أيضاً سنحمي اقتصادنا من الدمار وفي هذه الأثناء يدرس حلف شمال أطلسي الناتو إمكانية إسقاط الصواريخ الروسية التي يمكن أن تحلق داخل أراضي الحلف حيث أشار نائب وزير خارجية البولندي أندريس سيجنا إلى أن انتهاك المجال الجوي البولندي بصاروخ روسياً في الرابع والعشرين من مارس كان بمثابة اختبار لقوة الدفاع واليقظة للقوات المسلحة البولندية الناتو يقوم بتحليل أمور مختلفة لسيما أنه ينبغي إسقاط مثليات الصواريخ عندما تكون قريبة جداً من حدود الناتو لكن هذا كان يجب أن يتم بموافقة الجانب الأوكراني ومع الأخذ بعين الاتبار لعواقب الدولية ومن ثم سيتم استهداف الصواريخ الروسية خارج المعاهدة ويعتقد وزير الخارجية البولندي جابريلوس لانس بيرغس بأن حلف شمال الطلسي يجب أن يسقط الصواريخ الروسية التي تحلق في المجال الجوي للدول الآطاء وبرأيه إذا سمح الحلف بمثل هذه المواقف بتكرار نفسها فسيبدو ذلك بمثابة دعوة لروسيا لتكرار التصرفات المماثلة ترجمة نانسي قنقر